الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وسحك الجلوب ذاته وهدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه ثان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونسكره على ماله علينا من سنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغرره من كل رب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسوان ونشهد أن لا إله إلا الله أهده لا شريك له كل يوم هو في شان ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومتفاه سيد ولد آدم وأثره بني عدنان أما بعد فيا أيها الناس إن الليلة والنهارة مطيتان تقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود وإن وإن منادي الموت ينادينا ونعنفين من غفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا سهركم وتلقوا سهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يزوله من الإجلال والتعظيم وأحلص العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العصر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأثرها مسحونة بالخيرات والفضائل فأعملوها بتاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج المسلمون عن أم سلمته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم إلى لذن هجته وألا داعدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأغفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم الله فيه ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعذب عنهم يصطياد ضرة في السماوات وياف الأرض نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله كما ينبغي بجلاله وشكر له على معاولنا من سابق يغضاله ونشهد أن لا إله إلا الله أده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن نصيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وإرساله صلى الله عليه وعلى آله وعصابه مدى بفور الدهل وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترميزي وابن معج والبيق وعن أبي حريرة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عصر زلعجة بعد سيام رمضان كل يوم منها بسيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني يا ناصر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وأن سيام يوم منها يعدل سيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبع مئة ضعف وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا سيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات وأكثروا من الدعاء يوم عرفة فإن الدعاء فيه مزيح أحلى جمالكم رضي الله عنه في الموتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخان أفضل الدعاء يدعو يوم عرفة وأفضل ما قلت وأنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أده لا سريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء خدير يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ترجمة نانسي قنقر شكرا